في عجمان افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يرافقه السمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي المسار التراثي وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن إمارة عجمان تول اهتماما كبيرا لتراثها وتعتني جاهدة للحفاظ على المورثات ونبط الأجيال الحالية بتاريخهم وحياة أبائهم وأجدادهم وعرب السمو عن فخره بالمسار الذي يتضمن السكيك والأسواق ويعكس تجربة إماراتية نوعية باستخدام الحلول الطبيعية المستدامة